وعلى هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر جامعة الدول العربية مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الأخوة التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري